وعود إلى بريس حيث ينضم إلينا مراسل الغد أحمد كيلاني لمتابعة تطورات احتجاجات أصحاب السطرات الصفراء أحمد إذن ما الجديد لديك في هذا الأسبوع السبت الثامن عشر على توالي منذ بدء الاحتجاجات أحمد إذن ما تظهرون سطرات الصفراء يتمهمهم الآن عند البحث في النصر هناك وضع متوتر الآن بين عناصر الشرطة وعدم المتظاهرين سطرات الصفراء قوات الشرطة قبل قليل عدد من القنابل الصوفية من أجل تقصيص المتظاهرين هذه جولة جولة عشر أطفق عليها هذه السطرات الصفراء ثم الإنجار الأخير ربائيس 8 مجرون من المعروف أن عملية الصور الوطني امتحت يوم أمس لكن حسب وصائل الإعلام الفرنسية الرئيس الفرنسي في وقعاتهم عدد من وقعات ثلاثيات حتى نهاية هذا الشهر حسب الشرطة الفرنسية حتى الآن يوجد عشرين موقوف في باريس اليوم في تظاهرات اليوم هناك توقعات من مصادر الشرطة الفرنسية لحاجة جولة أن تكون هناك بعض أعمالي لأم خلال هذه الجولة اليوم كما توجد تظاهرات أيضا في عدد من محطات الفطار في باريس هناك حوالي 5 شخص من السطرات الصفراء حاليا في محطة الفطار شمال باريس أيضا هناك محطات الفطار توجد في موندرناس وفي عدد من المناطق الأسراء يتجمع فيها عدد من محطات الفطار ترجمة نانسي قنقر